اشتركوا في القناة يطلق تحذير من الخطر الكبير المحتمل للأبقار البرازيلية لصحة المغربة في هذا الصياق حذرت الرابط المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من الخطر الكبير المحتمل للأبقار البرازيلية للصحة العامة في ظل وجود تحقيقة في إصابة هذه الحيوانات بجنون البقر مؤكدة في بلاغ لها بأن وصول شحن متكون من 2800 رأس من الأبقار المستوردة من البرازيل لميناء الجرف الأصفر بالجديدة وخاصة للذبح يأتي تزامنا مع كون وزارة الزراع البرازيلية أعلنت بداية مارس 2023 عن إيقاف تصدير لعدة بلدان بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا حسب بياني الرسمية رسل إلى وكالة الأنباء العالمية هذا وأوقفت إيران والأردن والطايلاند وروسيا مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البرازيل بالإضافة إلى أن البرازيل أوقفت بنفسها صادرات لحوم البقر إلى الصين وللوفاء بشروط اتفاقية التجارة بينهما ونبه البلاغ لأن البرازيل لا تزال تحقق في حالة إصابة باعتلال الدماغ الاسفنجي البقرية رصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمل 9 سنوات من ودية بارا في هذا الصدد أدانة الرابط الحقوقي كل أنواع الاستهتار بصحة العمل المواطنات والمواطنين من أجل مصالح جهات لا يهمها إلا الربح المادي إلى ذلك طالبت الرابط الحقوقي بعزد كل الأبقار المستوردة من البرازيل عن الأبقار المحلية ووقف كل استعمال لها لدى المواطنات والمواطنين إلى حين القيام بتحقيق برلماني أو قضائي في الموضوع بإشراك الخبراء والجمعيات والنقابات المهتبة وحملت الرابط الحقوقي للحكومة المغربية المسؤولية المباشرة عن كل ضرر يصيب صحة وسلامة المواطنات والمواطنين بسبب هذا